موسيقى غدوء حذر تشهده الحدود مع مدينة سبت المحتلة بعد قيام السلطات الإسبانية بإرجاع أربعة آلاف من الأشخاص الذين تسللوا إلى المدينة المحتلة خلال اليومين الأخيرين دوليا جهود دولية للتوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل والرئيس الأمريكي يتوقع خفضا ملموسا في التصعيد بدءا من اليوم وتتابعون في النشرة أيضا التعادل السلبي يحسم مباراة حسنية أجادير وشباب المحمدية مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كافانكا تيفي بطنجا مستهل النشرة من شمال المغرب وهدوء حذر تشهده المعابر الحدودية بين مدينة سبت المحتلة والفنيدق ويأتي هذا الهدوء بعد نشر تعزيزات أمنية مكثفة على مستوى الحاجز الحدودي البحري بينما تواصل السلطات الإسبانية عملية ترحيل المهاجرين العابرين حيث أعادت حوالي أربعة آلاف من الأشخاص الذين تسللوا إلى المدينة المحتلة في المدة الأخيرة بطريقة غير قانونية تقرير ثوريا الحسان هنا بالحدود مع سبتة المحتلة بدأ الهدوء الحذر يعود إلى المكان قوات أمنية ترابط بهذه الحدود والمناطق المجاورة لتعيد كل من يحاول العبور من المهاجرين الذين خاضوا مواجهات مع الشرطة في محاولة لاقتحام الحدود بالقوة بعد أن أدرموا النيران ورموا الشرطة بالحجارة إنزال أمني مكثف لم يمنع مئات من المهاجرين من أن يرابطوا بالمناطق المتاخمة للحدود مع سبتة المحتلة خاصة بالفنيدق من أجل إعادة الكرة ومحاولة التسلل إلى الأراضي السليبة ترقب شديد وسيطرة أمنية عن المكان خاصة على مستوى الحاجز الحدودي البحري يوازيه انتظار أسر المهاجرين عودة أبنائها بينما تواصل سلطات سبتة المحتلة عملية ترحيلهم وفي سياق هذه التطورات أشاد وزير الخارجية الفرنسي جون إفلودريان بالعلاقات بين المغرب وفرنسا وبينه وبين أوروبا مضيفا أن المملكة شريك هام بالنسبة لفرنسا وأكد الوزير الفرنسي في تصريحات صحفية من باريس أن المملكة المغربية شريك أساسي للاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بظاهرة الهجرة وفي هذا السياق أشار لودغيون إلى أن الاتحاد عبأ إمكانيات كبيرة لدعم المغرب في سياساته المتعلقة بالهجرة انطلاقا من دوره المحوري في هذا الخصوص كما عبر عن أمله في أن يساهم التعاون بين المغرب وإسبانيا في تجاوز التوتر الحاصل حاليا على خلفية تدفق المهاجرين مؤخرا عبر سبت واملينية المحتلتين الآن إلى جديد حملة التلقيح الوطنية حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المستفدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا فق 7 ملايين و29 ألف شخص بالنسبة للجرعة الأولى فيما تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثانية أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين ألف شخص وفيما يتعلق بجديد الوضعية الوبائية أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاثمائة وثمان وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي ثلاثمائة وتسع وأربعين حالة شفاء ووفاة شخص واحد وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في موضوع آخر نظم عشرات المحامين بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع المحامون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطع غزة والقدس الشريف كما انتقد المحتجون الصمت الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين الأبرياء وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة للدعوات التي وجهتها هيئات المحامين بالمغرب للتضامن مع القضية الفلسطينية أيمن العادلي في المتابعة هذه الوقفة التي تأتي تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتنظيم توقف عن عمال لمدة ساعة يومهم الأربعاء من الساعة الحادي عشر إلى الساعة الثانية عشر مع تنظيم وقفة رمزية ببهو محكمة الاستئناف نحن في إطار تنفيذ هذا القرار الجمعية نظمنا هذه الوقفة الرمزية والتي كما لاحظتم تخلتها شعارات دعم لإخواني الفلسطينيين وتنديدا بغطرسة وجبروت قوة احتلال الصهيوني وهي رسالة دعم معنوية ليس إلا لأن هذا ما نستطيع أن نفعله في هذه الظروف ونحن نتدارس مع بعض شركائنا في هيئات أخرى وبعض فعالية حقوقية لدراسة إمكانية تقديم أو رفع دعاوة ضد العدو الصهيوني دعاوة جنائية من أجل الجرائم التي يرتكبها والتي تكيف جرائم حارب وجرائم ضد الإنسانية في ذات السياق قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للمرة الرابعة خلال أسبوع وأضف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين ناقشا بشكل مفصل الأحدث في غزة وما أنجزته إسرائيل في خفض القدرات العسكرية لحماس والجماعات الأخرى بحسب تعبير البيانة وأفد البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نتنياهو أنه يتوقع خفضا ملبوسا في تصعيد اليوم بما يخدم مسارا باتجاه وقف إطلاق النار وأشار البيت الأبيض إلى أنه تم إجراء ستين ابتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول في المنطقة من أجل وقف التصعيد في شان الفلسطيني دائما دعت اللجنة الدولية لصليب الأحمر إلى هدنة إنسانية في قطاع غازة وإسرائيل وعبر بيان من المدير الإقليبي للجنة عن صعوبة الوضع الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع وذلك نتيجة استمرار القصف الذي دخل أسبوعه الثاني وطالبت اللجنة الأطراف بإتاحة الفرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم والاطمئنان على ذويهم وتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم الدعم اللازم للسكان من جانبها أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أطلقت مناشدة عاجلة لجمع دعم مالي بقيمة 38 مليون دولار وقالت الوكالة إن الدعم المنشود سيخصص لتلبية احتياجات غذائية وصحية عاجلة نختم مشاهدين بالخبر الرياضي حيث تعادل فريق شباب المحمدية أمام ضيف حسنية أجادير بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب البشير بالمحمدية ضمن لقاءات الدورة الثامنة عشر من البطولة الاحترافية هذا تعادل رفع من خلاله شباب المحمدية رصيده إلى عشرين نقطة في المركز العاشر بينما رفع حسنية أجادير رصيده إلى ثمانين وعشرين نقطة في المركز الرابع إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام نشرتنا تتابعون اليوم حلقة جديدة من برنامج جد المحظور يصلط الإعلامي الجارح مسالم الضوء فيها على بعض المشاريع الكبرى بشمال المملكة من بينها مشروع تأهيل وترميم حلبة مصارعة الثيران بمدينة طمجان تابعوا الحلقة ابتداء من الساعة الثامنة ونصف مساء تفاصيل أوفا عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني كامان كاتخفون تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر